بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأشرفان الأنوران الأعتران الأزهران على من جمعت كل الكمالات فيه وعلى آله وأصحابه وتابعيه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولايا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم أمين أما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته أهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياة أخلاق اللهم خلقنا بخلق رسول الله وأدبنا بأدب رسول الله اللهم أمين اتكلمت مع حضراتكم في الحلقة الماضية عن المحبة وقلت بأن من صور المحبة محبة الله ومحبة سيدنا رسول الله وقد انتهيت من الحديث حول محبة الله جل وعلا وقلت لحضراتكم بأن محبة الله سبيل النجاح واليوم إن شاء الله نتعرض بشيء من التفصيل عن محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حب سيدنا النبي من الإيمان بل من كمال الإيمان قال صلوات ربي وسلامه عليه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين الإمام بن حجر وهو يشرح هذا الحديث في كتاب فتح الباري قال لم ينفي النبي عنه الإيمان وإنما نفى عنه كمال الإيمان لا يؤمن أحدكم يعني لا يكون كامل الإيمان إلا إذا كان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من حبه لوالده وولده والناس أجمعين لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين طيب واحد هيسألني هنا سؤال ويقول لي عم الشيخ ليه سيدنا النبي بدأ في الحديث وقال من والده وبعدين ولده ليه بدأ بالوالد قبل الولد أقول بدأ بالوالد تغليبا يعني إيه تغليبا لأن كل الناس لهم والد ولا يشترط أن يكون لهم ولد كل واحد فينا له أب وأم له والد ولكن من الممكن أن يكون ليس عنده أولاد كل الناس له والد ولا يشترط أن يكون له ولد فمحبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على كمال الإيمان وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أول حاجة وهي المهمة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه ما تكون بتحب ربنا وبتحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أي شيء في الدنيا حتى رب العزة يقول لنا في صورة التوبة قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشرتكم وأموال نقطرفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها تمان حاجات أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين يبقى ناخد بالنا لو كان الأباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة اللي هي العائلة والأموال والتجارة والمساكن أحب إلينا من حبنا لله وحبنا لرسول الله تبقى مصيبة فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له سيدنا عمر في يوم يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال له إيه سيدنا النبي قال له لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسك فقال سيدنا عمر الآن قال سيدنا عمر أنت يا رسول الله الآن أحب إلي من نفسي قال له سيدنا النبي الآن يا عمر ليه قال له الآن يا عمر هروح فاصل وارجع لحضراتك تاني صلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله سيدنا عمر لما سيدنا النبي قال له لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه لم يفكر سيدنا عمر ولم يتردد قال يا رسول الله الآن أنت أحب إلي من نفسه فسيدنا النبي قال له الآن يا عمر يعني كم لإيمانك الآن سيدنا عبدالله بن عمر بن الخطاب جالس مع سيدنا عمر ومع سيدنا النبي وشاهد هذا الحوار وسمع هذا الحوار فأم سيدنا عبدالله بن عمر بيقول لسيدنا عمر يا أبي ما الذي حملك على هذا ليه إنت قلت للنبي الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي قال يا عبد الله يا ولدي شوف إجابة سيدنا عمر تذكرت يوم القيامة وتذكرت وقوفي بين يدي الله أيه ما ينفعني حبي لنفسي أم حبي لرسول الله إيه الله ينفعني يوم القيامة فقال سيدنا عمر بن الخطاب فقلت حبي لرسول الله ينفعني فهو الشافع والمشفع في هذا اليوم العظيم فقلت الآن يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي شوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كيف كان حبهم لسيدنا رسول الله يرد واحد على يقول لي طيب إحنا لو كنا في عهد النبي وكنا في عهد الصحابة كنا هنحب النبي زي الصحابة طيب ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اشتاق إلينا قبل أن يرانا يعني إحنا دلوقتي بعد وفاة النبي بألف وربعمائة سنة شوف سيدنا النبي اشتاق إلينا في زمانه وقال لقد اشتاقت لأحبابي فالصحابة قالوا يا رسول الله أولسنا أحبابك إحنا بنحبك يا سيدنا النبي وإحنا معاك كيف تشتاق إلينا قال أنتم أصحابي لكن أحبابي يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله أنتم أصحابي لكن أحبابها يأتوا في آخر الزمان لذلك يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث من أشد أمتي لي حبا ناس يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله يقصدنا نحن إحنا جينا بعد النبي بألاف السنين وبنقول يا رب نتمنى أن نحشر مع رسول الله وإن لم نعمل بعمل أصحابه نفسنا نبقى مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ده إن دل يدل على إيه على أن من أحب النبي حشر معه بيقول في الحديث أنت مع من أحبابي ويقول له يا سؤال الله مات الساعة فسيدنا النبي سأل وردي على السؤال بسؤال قال وما أعددت لها تسأل عن الساعة وعن قيام القيامة هل أنت مستعد للساعة ولقيام القيامة وللوقوف بين يدي الله ماذا أعددت لها فالصحابي قال له يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة لكني أعددت لا حاجة وحدة أعددت لها حب الله وحب رسول الله فأل سيدنا النبي أنت مع من أحببت في الجنة لذلك يقول سيدنا أنس بن مالك وهو خادم النبي أعد في بيت النبي عشر سنوات يقول والله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء كفرحنا بقول رسول الله أنت مع من أحببت ليه سيدنا أنس يقول فأنا أحب رسول الله وأحب أبا بكر وأحب عمرا ولم أعمل بعملهم وأرجو أن أحشر معهم لأن من أحب قوما حشر معهم ونزل قول الله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم منهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة لأن الجنة ما تبقاش جنة وانت بعيد عن سيدنا النبي أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقر عيني بالرسول تبقى جنة لما تبقى مع سيدنا النبي في الجنة تبقى جنة لما تبقى مجاور للحبيب الشفيع في الجنة تبقى جنة لما تبقى جارك فيها سيدنا رسول الله النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها فاعمل لدار غد رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن ناشيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها ربنا يحشرنا مع سيدنا النبي ومع أصحاب سيدنا النبي اللهم أمين لسه أكمل معكم بكرة نماذج من محبة الحبيب صلى الله عليه وسلم هروح فاصل وارجع لحضراتك تاني للفقرة الفقهية صلوا على الحبيب بسم الله وصلى الله على أسعد خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ورسول الله وعلى آله وصحبه ومولى عدنا إليكم والعود أحمد إن شاء الله نسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن لا يخرج من ألسنتنا إلا ما يرضيه عنا اللهم أمين الوضوء لغة مأخوذ من الوضاءة بمعنى الحسن والضياء والجمال يقال رجل وضيء أي رجل وجهه حسن ورجل ذو وضاءة أي صاحب وجه مضيء وحسن وشرعا عرف العلماء الوضوء بأنه غسلوا أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة لقصد الصلاة غسلوا أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة لقصد الصلاة يعني لو واحد أم من النوم الصبح وغسل وجهه وغسل يديه ومسح رأسه وغسل رجليه ولم ينوي ما يبقاش وضوء الجنابة نية التيمم نية هتلاقي في حاجات كتير النية موجودة معانا حتى حديث إنما الأعمال وبالنيات آل العلماء يدخل في ثلث الإسلام وقيل يدخل في ثلث العلم كل حاجة فيها نية الإمام البخاري بدأ كتابه بالنية الإمام مسلم بالنية الإمام النووي في رياض الصالحين بالنية الأربعين النووية بدأ فيها بحديث النية إنما الأعمال بالنيات إيه حكم الوضوء حكمه فرض لصحة الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ ونبينت قبل كده الحدث الأصغر والحدث الأكبر الحدث الأصغر من بول أو غائط أو فساء أو دراط يتوضأ عشان إيه عشان يصلي لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ مقصود بأحدث هنا إيه؟ الحدث الأصغر إنما الحدث الأكبر من الجنابة أو الاحتلام فإنه يجب فيه الغسل لأجل الطهارة طيب ربنا بيقول لنا في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة يعني لو أنت عايز تصلي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامساحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين إلا أنا لسه أيل في التعريف غسل أعضاء مخصوصة بنية مخصوصة للدخول في الصلاة ولقصد الصلاة فضل الوضوء عظيم قال صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درنه شيء يعني هل يبقى من وسخه شيء قالوا لا يا رسول الله قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا قال صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره قال صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فمن استطاع أن يطيل غراته فليفعل يعني غرا غرا اللي هو بيزيد عن مسح الوجه يغسل وجهه ويحسن في غسل الوجه ويزيد عن غسل الوجه يغسل وجهه كله ما زاد على فرض الوجه والتحجيل ما زال على غسل اليد والقدم أو اليد والرجل ما زاد على غسل الفرض من اليد والرجل فده يسمى التحجيل يجي يوم القيامة له علامة وله سيمة وله أمارة يعرف بها لأنه كان يسبغ الوضوء وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث ألا أدلكم على ما يمح الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة تلو الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إسباغ الوضوء على المكاره زي الأيام اللي احنا فيها حاليا في البرد الشديد تيجي تتوضأ في مكان ما فيهوش ماء دافئ ولا ماء ساخن فتقوم تتوضأ بماء بارد آدى معنى إسباغ الوضوء على المكاره وتتحمل هذا لتنالي الأجر والثوب من الله جل وعلا نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يجعلنا ممن يقولون فيفعلون ويستمعون فيتعظون ويعتبرون اللهم أمين يا رب العالمين أشوف حضرتكم إن شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة